والجزائر اعتمدت على مكنونها الداخلي وخاضت التجربة لوحليها ووضعت مقاربة الآن كل الدول الآن تبحث عن هذه مقاربة جزائرية الرائدة واستطعت الجزائران تخرج من أزمة الإرهاب وهي لم نمت جرحها وعبرنا عن ذلك من خلال المصالحة الوطنية التي فتحت لجميع الجزائريين من أجل أن يحتضن الكل ثم برنا بتجربة أخرى رائدة لابد العالم يتكرها وهي تجربة الحراك المبارك وينستطاع الجيش الجزائري نرافق الحراك الجزائري ويكون في قلب الحراك الجزائري ويعبر عن مطالب الحراك الجزائري حامى الحراك الجزائري حامى الجزائر من الانزلاق حامى الجزائر من أن تدخل في بعضها البعض ورأينا تلك الصورة الجمالية وتلك الملحمة الإبداعية التي عبر عنها الجميع بذلك الشعار الخالد المبدع جيش شعب خاوة خاوة هذه المقاربة الجزائرية التي توجد في دول الأخرى هنا ملك جيش وطني شعبي هو سليل جيش تحرير الوطني وهو جيش من قلب الشعب الجزائري يعني الظايرة عندما ترى الجيوش في الدول الأخرى لا يمكن لجندي بسيط أن يرتقي فيصبح قادة بخلاف الجزائر يمكن لأي جندي بسيط يتدرج في رتب العسكرية فيصل إلى قيادة الجيش ورأينا في كثير من الحالات وإن قادة الجيش التعنا خارجوا من قرى ومن شور معزولة ومن بيئة فقيرة وترقب ووصلوا فهذه المقاربة الجزائرية هذه الفلسفة الجزائرية هذه الروح الجزائرية هي التي يبحث عنها الآن المجتمع الدولي